أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم وعلى كل الموجودين النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة جدا توقعات قالتها عرفة لبنانية مشهورة هي ما بتحبش كلمة عرفة عمتان هي الست عقبتشتغل على أساس علم الفلك ودراسة الفلك وحركة النجوم والكواكب وتأثيرها على الطاقة وتأثيرها على الأحداث ومجراءات الأمور في العالم هي ماجي فرح ماجي فرح طبعا غنية عن التعريف وهي أكتر تخصصة كأبراج أكتر منها توقعات ولكن اللي يهمنا في الفيديو ده هو التوقعات مش جايين هنا نتكلم عن الأبراج ولو حابين الأبراج اكتبوا لي تحت فيك تعليقات بعد كده ممكن نعمل فقرة خاصة الأبراج على جنب غير التوقعات اللي احنا بنتكلم فيها ماجي فرح قالت من دمن توقعاتها أن فيه ضربات عسكرية هستطال بعض الأماكن بيواكبها في نفس الوقت محادثات ومفاوضات مع نفس أطراف النزاع وكلام ده قبل سنة 22 ما تبدأ وده بنشوفه بكل تأكيد فيه اللي بيحصل دلوقتي ما بين روسيا وأوكرانيا وقالت كمان بالنسبة لمنطقة بتاعتنا قد تشكو بعض المناطق أو بعض الدول من بعض الغليان وتهديدات مش شرط التهديدات دي أو الغليان ده يبقى حروب إنما فيه أجواء صعبة بتمر على بعض الدول العربية وممكن تكون الأجواء دي بداية لإنقلابات داخلية بداية لإنقلابات داخلية والكلام ده ممكن نشوفه في لبنان وده مش بعيد على اللي بيحصل دلوقتي في لبنان واللي وصلوله لبنان ممكن نشوف ده في بعض الأماكن داخل سوريا ممكن العراق وبرضو العراق مش بعيدة عن الأحداث أو فلسطين والكلام ده هيبدأ تقريبا من شهر سبع نشوفه وهينتهي لغاية شهر عشرة يعني الكم شهر دول هيحصل فيهم مشاكل كبيرة لهذه الدول وهي فترة مهمة جدا لأنها بترسم خطة المستقبل وشكل تلك الدول قدام هيبقى عامل ايه كمان قالت أن 22 هنشهد فيها هزات اقتصادية على العالم ككل مش بس دولة ولا اتنين أو بعض المناطق أو بعض القرات ولكن على العالم وحتى بتقول أن الهزات دي هتكون على الدول النافذة زي روسيا وأمريكا وهتحاول معالجة تلك الهزات وممكن نشوف كمان مواجهة مع الصين اقتصاديا وده برضو مش بعيد من الأحداث اللي حصلة حاليا وكمان اتكلمت قالت وسألت سؤال للناس كله أو الناس بتسأله هل الأحداث والتغيرات المفاجرة اللي بتحصل لنا دي اللي ما كانتش في الحسبان هل هي الأفضل أم للأسوأ هي قالت لا ما تقلقوش إن شاء الله كل التغيرات دي هتكون الأفضل حتى لو كانت في الوقت الحالي مربكة أو خطيرة ولكن في الآخر هيجي بعدها خروج من الأزمة ما فيش حاجة بتستمر إلى النهاية أو أزمة بتستمر للنهاية أكيد في يجي وقت في حلول للمشاكل دي حتى لو في تغيير للنظام اللي عايشين فيه أو الشكل الحالي فيها لكن في الآخر هتؤدي بنا إلى حلول جزرية ونهاية للمشاكل وكملت وقالت إن ما بين شهر 9 وشهر 10 هيشهد العالم حلول لبعض المشاكل الكبيرة والطريقة وكل اللي بيحصل في العالم كله بيأثر علينا وعلى غيرنا لإن إحنا كلنا عايشين مع بعض في نفس الكوكب اللي بيحصل في أمريكا بيأثر علينا اللي بيحصل في روسيا وأوكرانيا بيأثر علينا إن كان بالإجاب أو إن كان بالسلم ولكن طبعا من غير ما وضح الموضوع للأسف واخد تأثير سلبي أو منحنى سلبي وده مؤثر على كل الدول العربية عمتا وعلى العالم كله أما عن الزوال الفلكية فقالت إن كل الزوال الفلكية من هنا لغاية آخر السنة بتدل على إن كثير من المشاكل هتتحل كل ما قربنا لنهاية السنة أعتقد الجملة دي محفوظة لكل الناس اللي بيتكلموا في المواضيع دي دايما بيقولوا إن دايما أول ثلاث شهور يعني على حسب شغلي ومتبعيتي للناس دول دايما بيوجهونا قولونا كده أول ثلاث شهور بتبقى الدنيا هادية أو هدوء ما يسبق العصفة وبعدين ست شهور اللي في النص بيبقى فيهم بقى الصراعات والمشاكل وكل القرف اللي بيبقى على العالم كله خلال ستشهور دول على آخر ثلاث شهور بتبتدي بقى الأمور تاخد منحنة آآ تنزل بقى تهبط شوي وتبتدي نشوف حلول لبعض المشاكل وهدوء وقتي وهكذا وهكذا هي دايما تحسوا إن هم على طول ماشيين على نفس من والدة وبالفعل كلامهم إلى حد ما بيتحقق بعينينا قدينا شايفينا هو الدنيا ماشي هزاي بس أتمنى فعلا على شهر تسعة وعشرة أو على نهاية السنة نشوف حلول للمشاكل دي لإنه تعبنا فعلا وقالت كمان فيه انسحابات عسكرية تحصل لم تكن في الحزبان في هذه الفترة ابتداء من شهر تمانية هل بقى هنشوف انسحابات عسكرية في أوكرانيا ولا إلا هيحصل الله أعلم فيه تغييرات برضو على الصعيد اللبناني والعراقي والسوري والعقوبات اللي كانت موجودة على تلك الدول عامة أو الدول العربية زي اليمن كمان وليبيا هتبتدي تختفي أو تخف كتير وخصوصا كمان في سوريا فيه تحالفات غير متوقعة تحصل السنة دي وتوقعوا فترة دقيقة ومعكسة في شهر تسعة وعشرة برغم أنها قالت هيبقى فيها حلول لبعض المشاكل ولكن في نفس الوقت هنلاقي في بعض الدول بتواجه فترة دقيقة ومعكسة ممكن ترمز لبعض التراجع في الأوضاع العامة أو بعض التراجع على الصعيد الصحي يعني تبقى فترة فيها برضو نسمع عن ظهور أو بيئة أو مشاكل صحية في بعض الأماكن في العالم نشوف كله يعني مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة هل أخرج من هذه الأزمة الكبيرة وكمان عن الأزمات الصحية والأوباء والفيروسات وإن شاء الله هتبتدي حتى النحية الاقتصادية تبتدي تخف شوية الموضوع هيهدى على نهاية السنة وهيكون للصين وروسيا دور جديد داخل المنطقة العربية ولكن بتفاهم عالمي بيتم حاليا أو هيتم فيما بعد لأن ده معروف جدا أن خلاص للصين وروسيا هيكون لهم دور الأسد على الدول العربية بموافقة الرؤساء وبموافقة عالمية أو هم موافقين على كده وده هيدخلنا طبعا في مواجهات مع الغرب ولكن على حسب التوقعات كفة الصين وروسيا كفة ركحة في المرحلة اللي جاية ده دورهم جه دورهم أو جه مكانهم في السيطرة على العالم الله أعلم ده هيكون إيجابي علينا ولا سلبي ولكن قدينا عايشين وهنشوف الدنيا ماشية إزاي أو هتمشي إزاي دي كانت توقعات ماجي فرح اللي قالتها التوقعات دي مهمة جدا كانت أليها تقريبا قبل 2022 بشوية وكانت فيها بتتكلم عن الفترات اللي هنبتدن نعيشها وقالت كمان إن السنة دي سنة معالجات وإن شاء الله الموضوع هيخلص على خير وهي بتقول مهما يحصل في 22 أو هيكون أهوى من اللي كان حاصل في 21 هيكون أهوى في اللي حاصل في 20 على حسب كلامهم كل ما بنتلع لقدام الموضوع بيقل هي قالت هنفضل في هذا النزاع وهذه المشاكل على 2025 أوائل 2026 كل الخمس سنين دول عبارة عن مخاض مخاض كبير جدا بيعد على الدول العربية وبيعد على العالم كله وبعدين هينتج عنه حياة جديدة بأسلوب جديد بشكل جديد كل اللي احنا شايفينه ده عبارة عن تجارب عبارة عن حاجات بيغيروا بيها العالم للدخول في فترة جديدة وأبعاد جديدة كده نكون انتهينا من هذا الفيديو شكرا لحضراتكم وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين نسيتها عيد عليكم في اول الفيديو عيد فطر مبارك على الكل واستمتعوا لي من دول وعيدوا وعيشوا وانسوا شوية الحزن وانشوا شوية المشاكل حاولوا بقدر الامكان تبقوا رلاكس كده وتهدوا وسيبوا كل حاجة على ربنا وبإذن الله ربنا ما بيكسفش واحد مؤمن عارف ان اكيد لالله ما رامد تكاله عليه اكيد هيقف معاه واكيد الاحوال هتبتدي تتحسن حتى لو الدنيا كلها سيئة والدنيا وحشة دايما نقول الحمد لله على كل شيء برضو الواحد لو بص وبعنيه كده وشاف حال العالم عامل ازاي احنا الحمد لله قدرينا هو بنعيد وبننزل وبنروح ونيجي وبنرجع بيوتنا فرحانين دي نعمة ممكن في غيرنا مش لقيها فالحمد لله على كده شكرا واشوفكم بخير في فيديو جديد وتوقعات جديدة وكل سنة وحضرتكم طيبين